في ختام جلسة لمجلس الامن عقدت عاقب مؤتمر برلين حول ليبيا دعا مجلس الامن الدولي الثلاثاء طرفي النزاع في البلاد الى وقف اطلاق النار الفوري بهدف احياء العملية السياسية الرامية الى وضع حد للحرب الدائرة في البلاد واضف بيان المجلس انه على الاطراف المتنازعة ان تشارك في اللجنة العسكرية المسمات 5 زائد 5 لاحلال اتفاق وقف اطلاق النار على ارض الواقع دواء من المفترض ان تتشكل هذه اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها فيما اعتبر احد انجازات القمة من خمسة ضباط يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الامم المتحدة ومقرها طرابلس وخمسة ضباط يمثلون قوات المشير خليفة حفتر ومهمة هذه اللجنة المفترض ان تجتمع قريبا هي تحديد السبول والاليات الميدانية الرامية الى تعزيز وقف الاعمال العدائية السارية بين الطرفين منذ التواصل الى اقرار للهدنة بينهما هذا ووافق كل من السراج وحفتر على المشاركة في مؤتمر برلين الذي عقد برعاية الامم المتحدة لكنهما رفضا ان يلتقي وجها لوجه في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكرين وفي ختم المؤتمر الذي استمر بضع ساعات تعهدت الدول الرئيسية المعنية بنزاع الليبي التزام حضر ارسال الاسلحة الى ليبيا وعدم التدخل في شؤون الداخلية لهذا البلد وفي بيانهم رحب اعضاء مجلس الامن بنتائج مؤتمر برلين وافاد دبلوماسيون في الامم المتحدة ان مجلس الامن سيبدأ في الايام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا وقال دبلوماسيون انه خلال اجتماع مجلس الامن طلبت روسيا بشكل خاص بان يركز مشروع القرار على نتائج مؤتمر برلين من دون اي نصف الوقت الراهن على آلية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار المحتمل ومنذ بداية حفتر لهجومه العسكري على طرابلوس في الرابع من ابريل لم يتمكن مجلس الامن من التوصل الى قرار يدعو الى وقف لاطلاق النار والعودة الى العملية السياسية وفي نهاية اجتماع مجلس الامن اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريتش الذي قدم تقريرا عن اجتماع برلين ان هذه تعد مجرد بداية وقال جوتريتش انه يأمل في ان تتمكن اللجنة العسكرية من الاجتماع للمرة الاولى واضاف ان الطريق لا يزال طويلا اذ هناك هدنة تعاني من انتهاكات ولكنها ليست انتهاكات كبيرة بحسب تعبيره وتابع الامين العام للامم المتحدة ان الوضع بحاجة للانتقال الى وقف لاطلاق النار واطلاق عملية سياسية حقيقية الامر الذي لا زال مستبعدا واتى بيان مجلس الامن بعيد ساعات من اعراب الولايات المتحدة عن قلقها العميق لاغلاق القنوات الموالية لحفتر لابرز موانئ النفط في ليبيا مما ادى لوقف اعمال المؤسسة الوطنية للنفط ومطالبتها بالاستئناف الفوري لعمليات استخراج وتصدير النفط الليبي دواء كانت قوات موالية لحفتر اوقفت السبت الماضي عمليات استخراج النفط وتصديره في ابرز موانئ النفط الواقع في شرق ليبيا وهي البريغا ورسلانوف والسدرة والحريقة والزويتينة